لبنات العيالات تريدون تعالجون لي شئ حاجة اسميتها الفراغات التساقط الخشونة الشعر اليوم احسن وصفة لبنات بالزيت البلدية زيت الزيتون الثومة وصفة من أبسطة لبنات الوصفات التي جربت من هذا الشعر من هذا الشعر هذا الوصفة بدأت من أحسن ومن أبسط كما جربت لأنها سهلة مهلة طغية كتصو بها نريد حتى كيغاتين أو بروتيين للشعر ترتب الزغبة مثلا ترتب الشعر كيغاتين ب1000 أو 1500 أو 2000 درهم لأنه لدي شعر طويل فكي تكون مبلغ زيد لدي شعر قصر كيغاتين والبروتين سوف يمشي لك في واحد تسادي الأشهر سوف يرجع شعرك كيما كان اليوم سوف تخسري ماكيلة 40 ألف ريال 30 ألف ريال فقط بزيت البلدية وزيت الزيتون والثومة لعلاج المشاكل كامل وصفة جيدة بسيطة واقتصادية وسهلة التحضير وضغية 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 سواء لديكم مشاكل قليلة أو مشاكل كثيرة بالمناسبة كطول الشعر كطول الشعر كطول الشعر وضغية أعجب قبل كل شيء واضح كما تنسوا بالكلمة الطيبة وعلى بركة الله المكمنة وطريقة استخدام الاستعمال مهم الزيت البلدية او الزيت زيتون السوس يجب أن تكون صغير وكبير يجب أن تكون مكونات ثاني مكونات هو التومة ومن الأحسن يكون التوم الأحمر لأنه يجب أن يكون أحد يزوينة أكثر هذين هم المكونات الأساسية كما رأيته في الصورة المصغرة وزيت البلدية ومن نسبة المكونات التانوية من غير هذه المكونات البنسبة والتي هم ستحتاجون معي كمية القرنفل بالنسبة للقرنفل يعالج التساقط يعالج الفراغات يعالج الخشونة الشعار الزغبة الحرشة الزغبة اللي يقولون ما عندها لأساس لاراس كل اللي عندها وليدها ولبنية ديالها يعانوا من هاد المشاكل هادو فعليكم البنات صغير بالقرنفل تأخذي كمية منه وكتستخدمي لي فهد للا مولاتي الوصفاء اردع لي الخبار كيف يفجزك واش عجباتك لا الميمن نحتاج كمية القرنفل اللي يكون ديجا مطحون هوا شو هالبنات هو هادو وبنسبة المكون لاخر التانوي غادي تحتاجي معايا المايونيز لانو المايونيز في متابة الكيغاتين ولا البروتيين كيما قلنا باش تمشي تديري السالون واحد البروتيين ولا الكيغاتين اللي غادي تطلب منك فلوس ومجهود وطاقة وفلوس اكتر حاجة لانوك يكون مبلغ ديالو شوية كبار فاعود ما اتخذي هادو كش يديري لياغي المايونيز هادو البيض هادو غزال هادو رخيص بزاف غتلقيه في المحلات تجارية تمان ديالو ما اعتقدش عشر درهم او خمستاشر درهم بالكتير يعني تمان اللي هو رخيصه بزاف كين هادو البنت اللي كيتباحه كده يفعله فيها على ما اعتقد في واحد ستمية عفوا تلتمية وثلاثين ماشي ستمية تلتمية وثلاثين وتامان ديالو كيبقى غير زونة بالبنت هاو هادو البنت دريل شعرك وما زال كيبقى لك فيه كنتي تليا كتيرا شوفوا انا رادرتو انا والابنة دياليش حال من مرة شهور هادي وما زال ربقي ليا فيه ولا ممكن تاخدي هادو نوعية ديال المايونيز حتى يزوينها هادو السائلة ديال نفس الماك غاي هادو البنت فيها غي ثلاثين ميليلتر ما كتزيدش في هادو ثلاثين ميليلتر وتقريبا نفس اللبقي هادو تكون زيدة عليها تقريبا بواحد ربعت درهم او لثلاثة ديال درهم ميبجوجهم زيانين غيشو فينطية طبي تحال شنو الحاجة لانسب لي شنو الحاجة اللي غدي سرساحي لها اكتر اما هوا مبجوجهم البنت في حال في حال هادو الشي اللي كين هادو الشي اللي درس في هادو الوصفة مابغيش نكتر بزاف ديال المقادير باش الوصفة ماجيش موملة ماجيش فيها كترة مشارجية كي مسا نقولو لانو اي وصفة مشارجية وفيها كترة المقادير حتى حد للأسف ما كيبغي ديالها ماجيش في كترة المكوناس فالمهم ما قل له هذا هو احسن حاجة دبال بالناس بعد ما تعرفنا المكوناس كاملين ندوزوا الطريقة تحضروا ولكن طبيعة الحال ما تنسوناش من اللي لايك ديالكم الله يستر امركم والله يسهل عليكم دنيا سنو اخيرا ويفرحكم باش يمس من نيسو المهم غان بداو بالتومة فغان ناخد هنا 1-3 جيل فصوغس 1-4 جيل فصوغس كمية تبقى اختيارية على حسب كل واحد ما نبغي فهنتم البنات لا ناخد شبار كل هذا كامل لي انه كتير ناخد غير 3 قريبان أو 4 جيل فصوغس كتمقيهم هو الأول نبقى ليها التويمة ثم تبارك اللارة كلها منافعنا مخصوش تخطى البيت ديما كندخلها أنا الوليداتي في الأوكلات في الشيوات في الطويجنات في المريقة في جميع الأوكلات في الحوت كنديرها لهم بزاف كنكتر منها كنديرها لتكون دائما توما حاضرة مهمة اشتركوا في القناة 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 او ممكن تدري الشعرك كامل حاول تدري السلوفان او النيلون او لغيميكا قاعش و لفها على الشعير و عقدها في اللور او في الخلف سوف تدري شعير على شكل كعكا من الأحسن من ساعة او اكتر لأن هذه الوصفة ترطب لك شعير ديالك خصوصا هي طبيعية مفاتشي مادة كيموية في هذا الوقت من طبيعي الحال ما غديش نزربو عليها فساعة مقانية كتخليها عاد من بعد كتتوصلوها البنات و كتنشفي الشعير ديالك بالفوطة ماشي بالسوشوار لانه بزاف منكم كيعملوا غلط كيديرو وصفات لترطيب الشعر كي نشفو الشعير ديالهم بالفوطة و كيمشي بالسوشوار لاته حاجة مدرتية يعني را لادرتي السوشوار را فحلا مدرت يوالو يعني فحلا ديك الوصفة تربتها اصلا في زيرو يعني فحلا مدرتها غضي يعطي هذه المكونات في الخوة الخاوي فدائما البنات سبعدوا على السوشوار لابدوا على السباغات الكيموية لابدوا شعركم يرتب و دائما تلو فيه غير بالكيغاتين طبيعي في حال هذا بالمايونيز في حال بعض الوصفات اللي كنصوب لكم بالبطاطا بالنشا بزرعة الكتن بالروز بالزيت الرومية اتبارك اللي ما كنخلي ما كنديلكم فلاغوستات باشا كده تبعدوا على السوشوار مبغيتش لكم تهلوكة خصوصا البنات ديال 18 عشرين سانة اللي كيكونوا مازال يالله ما تديل ويداتهم الحنة و كتلقيش عراحة رشكي الجيكس و خبحالة عنده 100 سانة والله يعطيكم صحة اركزوا و ارضوا لبالكم لأنهم طبيعي تكون مراهقة كيكونوا بزر ديال اشياء كتبحت انت تتعندي مع بنات اللي ديجو الشعير ديالهم مثلا تقلو تشي واحد كونونتوما و دائما شعير ديالكم تنتهلو فيه بدك الشي اللي عندنا مقدورة ديالنا و ماشي بالسوشوار انو السوشوار ركي ادي به للاسف غير التهلوكة فبعادي عليه كل البعد و ما مادشي ليكاين خليها كما اقول لك ساعة ممكن تخليها حتى ساعتين او ثلاثة ممكن تباتي بيها لانو صبر كلها غير اعشاب ما فاتي شي موين غادي يدرك بساحتكم و راحتكم ما تنسوناش من اللي لكم طبعا الحل شركت لكم بسهو ماشر ما تفعلكم زي الجرس و ادي انتلقى معكم في ميزة فوصفات اخرى عن قريب الى اللقاء